السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى لي فترة عايز اجيب جهاز صنفرة صغيرة جماعة. الاجهزة اللي عندي حجمها كبير فلما بشتغل بيها يعني شغل مش عايز قوة جمدة بتعب جدا. وعايز حاجة برضو ابقى المع بيها عربية المع بيها حاجة زيارة تكون بالبطارية وسهلة. انا عندي الفاستول دهيت والفاستول دي ممتازة للعمل الشاق. لو حاجة كده يعني انا واقف واشغال بيها بتبقى ممتازة بصراحة. هي قصية جدا. وعندي البوش ده هي برضو حجمها كبير جدا وتقيلة ودي حبحها مش محتاجها فعشان يعني مش هيبقى عندي اتنين من الحجم الكبير دول فالبوش دهيت خلاص ما بقاش ليها لازمة عندي. وانا مسافر انا طبعا كل الاجهزة اللي عندي من ماركت ديولت فقلت اجيب حاجة بالبطارية تشتغل على البطاريات اللي عندي ولقيت الجهاز الجميل ده هو كان معمول على آآ تخفيض. هو بيباع من غير بطارية. في اخر الحلقة حقولكو سعره كام? انما هو جهاز بدون بطارية. والبطاريات اللي عندي حاس تخدمها عليه. خلينا نفتح نعمل وبعد كده نجربه واقولكو في الآخر سعره ايه? ودي الجهاز زي ما احنا شايفين هو بيشتغل على البطاريات العشرين فولت خمسة بوصة الصنفارة بتاعته. الصنفارة بتشتغل اللي هي بالسكوتش دهيت. انا مشتريتش بتاعت التلميع الصوفة. انما بتجاب بعد كده لوحديها. السرعة بتاعته من تمن تلاف لتناشر الف لفة في الدقيقة. والراندوم بتاعه بيبقى حوالي اتنين فاصل آآ ستة لاتنين فاصل تمانية ميلي كدوران علشان يعني بيصنفر في كل حواريكو دلوقتي لما نفتح العلبة. موضوع بسيط جدا ما فروش يعني ده آآ آآ الفلتر بتاعه. ودي المعدة. والكتالوج اللي الاسف الواحد دي كانت في دقراه. خلينا نفتح ونشوف المعدة عاملة ازاي وحجمها صغير ازاي. حاجة ممتازة بتراح الحجم ده اللي انا كنت عايزه المسكة بتاعته حلوة. وخليني اشرح لكو كل حاجة في بتعمل ايه. دي يا جماعة تلات انواع بطاريات اللي عندي. عندي بطارية ستة امبير. عندي بطارية خمسة امبير. دي بتي لحجمها جدا. وعندي البطارية دي الجديدة بيسموها البطاريات بتاعت المحمول. مش بطاريات صوابع جوه دول. لا بتبقى شرائح كده شبه البطارية بتاعة الموبايل. فطبعا انا لما حاجة هشتغل انا مش هجرك بحاجة دي تقريبا اتقل من الا يعني اتقل من الصنفارة نفسها. فحيبقى صعب ان انا ايه اشتغل بالطارية دي. طبعا حجمها تجير جدا. فمش هشتغل بيها. ولا حتى الخمسة امبير. انا جايبها بصراحة علشان اشتغل ده هي تحجمها زاير وقوية جدا. خلينا نركب الفلتر بتاعها. الفلتر في ميزة ان هو لما بيخش بنلفه بالطريقة ده هي فما بيطلعش ما بيتخلعش الانواع التانية بيبقى فيها المشكلة ان هو بيطلع منك ونت شغال انما ده حلو بيخش تلف لفة صغيرة كده مش هيروف حتة. دي اول حاجة الموضوع بسيط جدا هنا في الصراعات بتاعة الصنفارة. اللفة هتبقى صراعاتها قد ايه. هنا جهاز التشغيل وهي دي الموضوع كله حاجة بسيطة جدا للتلميع لو لأي حاجة. خليني نشغل. دي انواع الصنفارة اللي هي بالسكوتش ده هي بيسموها بتزبط الاخرام عليها وعشان تسحب الاتربة. يعني ده مش بتاعة بوش انما هي كده خلاص. خلينا وريكو الصراعات بتاعتها مرة تانية والدين متركبة. خلينا نشوف كده ايه موضوع الصنفارة اخباره ايه عندها. هنعمل الخط الاحمر ده هتمنى يكون باين. والقلم لسود برضو. ونشوف اخبار للدنيا هتبقى عاملة ازاي. بصراحة جماعة حجمها الصغير ده هو ده اللي انا كنت محتاجه لما باجي اشتغل بالطريقة ده هيت على اي حاجة. آآ التانية حجمها كبير جدا عليا. وطبعا الفستول اللي بالحجم ده تمنها اربع خمس اضعاف الديولت. فطبعا شكرا. السعر يا جماعة موجودة على امازون او موجودة في كل حتة ده هيت. بس انا كنت اجايبها على سعر آآ زي ما احنا شايفين بحوالي كانت بتسعة وتسعيمين دولار. ونزلة خصم كانت عند المحل ده بمية تسعة وستين وصلت لتسعة وتسعين. وتنسوش لما بتشتروا حاجة من بره بكافية ضريبة حسب الولاية اللي انت فيها. انا شايف دي ممتازة جدا. انا هروح اشتري الصوفة بتاعتها عشان التلميع اعتقد بالحجم ده. وبالقوة دي تعتبر ايه كويسة. خلينا نشوف الدنيا تبقى عاملة ايه. شوفكم الحلقة الجاية معلش طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.